أهلاً وسهلاً أنا مينا روبرت مرحباً إلى ماستوريزيلف اليوم سنتحدث عن سادس حلقة في كورس لغة الجسد سنتحدث عن الثاني جوز في حركة الرجلين والقدمين تعالوا نتحدث عن أول حركة هذه حركة تختلف من ولد البنت قليلاً في الشكل حركة لكنها نفس المعنى عندما ينجي وسامح يعملوا إنترفيو في الشغل لم يكنوا يعرفوا أنهم الاثنين سكنين جانباً لم يكنوا يعرفوا بعض عندما يعملوا مقابلة دي في الشغل ومتقبلوا في الشغل اللي هما في دلوقتي هما الاثنين لم تقابلوش وده بسبب أن الإنجليزي بتاعهم كان وحش جداً فهم الاثنين قرروا برضو هما ما يعرفوش بعض قرروا أن هما هيبضلوا يتعلموا إنجليز في مدة سنة أو شيء ويتفرجوا على كورسات إنجليش ويتفرجوا على فهم إنجليش ويتفرجوا على ترجمة ويسمعوا غاني إنجليش ويتكلموا إنجليش مع الناس حتى لو هما مش بيعرفوا يعملوها قوي وقعدوا يعملوا كده لحوالي سنة فطبعاً هما رايحين يعملوا المقابلة دي تاني بعد سنة كانوا خايفين أن هما ما يتقبلوش وكانوا خايفين أن هما يتكلموا إنجليش غلط مع الراجل فلما سمح دخل يعمل إنترفيو هو قاعد كان علقين جداً كان الأم بطريقة بشعة فهو قاعد عالكورسي كان قاعد وفتح رجليل الاثنين بس قدميه على الأرض معمولة بحرف X أكله كان بيقول لا معتش كي كان بيه ولو كان تبسط على ظهره تشعر مظهر مفروض لكن الحقيقة أنه كان ظهره مائل أو رايح ناحية الراجل اللي هو يتكلم معه يأكله في وضعية هجوم ممكن يجري في أي وقت هذا نفس الإحساس وكان مسك الكورسي بأي دين الاثنين أكله كان هيقع من الشباك بالكورسي اللي هو قاعد عليه من حظن حظن سامح أن الراجل اللي هو كان قاعد يعمل معه المقابلة ديت كراجل لذيذ وقعد يغزر معه يتكلم معه قبل ما يعمله المقابلة لحد ما سامح رجلي بدأت تفك قدمي بدأت تفك وحطه على الأرض عادي بدأت يرجع بظهره عادي ويأخذ نفسه عميقة وبدأت يتكلم ويهزر مع الراجل وبعد كده بدأت المقابلة وبدأت يتكلم معه الإنجليش لحد ما تقابل فده كان حاجة حلوة لما ينجي دخل التعمل المقابلة كانت قلقانة أو قلقانة أكثر من سامح فلما هي كانت قاعدة الفرق الوحيد أن ما بين الولاد والبنات في الحركة ديت أن قاعدة البنات في الحركة ديت بالذات شكلها طبيعية شكلها قاعدة ببنات عادية لكن الحقيقة أن إنجي وهي قاعدة على الكورسي كانت قاعدة وقفل رجليها الاتنين عادي جدا وحط قديها الاتنين على رجليها وفردها دهرها بس فرق الوحيد أن ديتها كانت مستخبية من الترابيزة مثل ما تكلمنا في الحلقات اللي فاتت أن دي معنا أن أنت خايف أو قلقان أو متوتر أو بتجذب من حاجة أنها ممكن تكون بتجذب أنها كان بتوري ثقة وقضمها اللي على الأرض عاملة على حرف كحيلها الاتنين عامل حرف من نص الحركة كلها أصلا شكلها عندها ثقة أو قاعدة عادية جدا لكن الحقيقة لو بسيت تحت الترابيزة اكتشافت أن ديتها لم تتحركش كثير وأنها عاملة قضمها وكحيلها على حرف هتكتشف أنها قلقانة وخايفة جدا لكن إنجي كانت أقوى شوية من سامح إنجي أخذت كده رجعت بدارها شوية وأخذت نفس عميك وقالت أنا بقالي بقالي سنة بتعلم انجليش بقالي سنة بتعلم انجليزي في البيت أنا لو ما تقابلتش أنا مش عارفة هعمل إيه في نفسي قامت مسكت الشجاعة كلها حطيتها فيها في الوقت ده وقدت كويس جدا في المعدة في الانتفيو ده وتقابلت فأنا أتمنى أنت لو في يوم الأيام انت شفت أن انت قدمك اللي على الاتنين في الأرض معمولة على حرف X تغيرها وقتي تغيرها دلوقتي حالا لأن الحركة دي سلبية جدا جدا ولو شفت في يوم الأيام حد بيعمل حركة دي روح اتكلم معي روح حذر معي روح اتكلم معي صديق ليه خليه فك وهنا الناس كلها تبدأ تحترمك وتحبك ان انت مهتم بيهم تاني حركة لما كريم وسمح وانجي بيقوه في الاجتماع بيتكلمه مع المدير في فكرة مهمة عمو عايزينيش حالو المدير كلما بيعجبوهش حاجة بيبدأ ان هو مثلا ايه وهو قاعد بيسمحهم وهو قاعد كده مراكس معهم في الأول خالص تبدأ يحط الرجل على الرجل شوية كده يقعد يسمعهم كمان بحكا يبدأ يهز دماغه تحته فوقه بسرعة اللي هو ايوه 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 اللي هو عاوز يخلص بعد كده شوية تبدأ يربع يديه عشان يحمي قلبه يحمي الاموشنل سنتر بتاعته شوية يبدأ يبص بعيد على اي حاجة ملاش اي دعا بالفكرة اللي هو ما بشتحوها وشوية كمان هو قاعد يبدأ يحط ايديه على وشه مكترة يا رب ايه اخلص فكلما انت بتشوف الحركات دي ان ايه انت لو خذت بالك حركات تدريجية مش واحدة واحدة مش بيبقى قاعد تحط رجلي على الرجل ومربع ديه بيهز وشه بيهز وشه بسرعة ويبص بعيد وحط دي على وشه مرة واحدة لا بتبقى تدريجية بيتقفل واحدة واحدة فانت لازم تبقى باخد بالك من الحاجات دي هو في الوقت الحالي ده هو مش عاجبه بجنيه باللي انت بتقوله تماما فاخد بالك لما مثلا تبقى لعبة تعمل بريزنتيشن ولقيت حد بيعمل حركات ديت ما تسألهوش لما كان عندي اربعتاشر خمساشر سنة قبل ما تعلم حوار اللغة الجسد اصلا لما كنت بايجي اتكلم مع الناس انا كنت بان اذا مخجول قوي فنوس وبتكسف بخاف وبتكسف مع الناس وانا واقف باتكلم معهم كنت بكتشف ان انا وانا واقف باتكلم معهم كنت بقى سنت على الحيطه وابربع رجليه وانا سيلا ده على الحيطه وهو ربع اديا فاكتشفت ان انا وقعب بتكلم مع الناس ان الحركة ديت بتخليني انا كمينة شكل بوحش، شكل خجول شكل مش متطمن اللي بت substance من قدامي ونفسه مش ايه من البناء ده مزيح مش عاوز يتكلم مع العって remarkable الحقيقه ان انا كنت خايف الناها كنت مكسوف الحقيقه ان انا كنت متطمن وانا اقعب بتكلم معين فعشان كده وانا بتكلم معهم هم كمان خ63 حسوا بتصيق ذاhei كده لا وعي تم في ذا لا وعي وده خلى ان ما بيننا احنا الاتنين واحدة منتكلم ان احنا يعني كلامنا يبقى سطحي جدا هاكل اللي بقولهم ايرادة في الجود مش كلائم مفيش مفيش تواصل ما بيننا فلما اكبرت شوية اكتشفت الحركة اللي انا هكلمك عليها دلوقتي وثالث حركة بعد ما اكبرت شوية اكتشفت ان الحركة اللي انا كنت لسه بتكلم عليها من شوية ان انا قسمت عن حيطة اربع الاتنين والاجلية وانا واقف ان دي حركة سلبية وبتخليش الناس اللي حولها تستريح لي بسرعة فاكتشفت ان انا في حركة تانية احسن ممكن ابدأ اعمالها لخلي الناس اللي حولها تستريح بسرعة والحركة ايه هي الحركة ان انا ابدأ اقلد الحركات المنظم لقدامي لمدة خمس سبع عشر دقايق بعد شوية بعد ما نبدأ ان انا ونحس ان احنا الاتنين متشابهين في الشكل وكل حاجة هبدأ ان انا احرك جسمي بطريقة مختلفة هبدأ ان انا افوق دايع وربع رجلي بس وانا سند على الحيطة على رقم اربعة بالانجليش وانا سند على الحيطة يعني هتبقى في رجل سند على الارض والرجل التانية ايه مرياحة كده والحركة دي معناها مستريح جدا في المكان اللي انا قاعد فيه متطمن الناس اللي حولها فمن كده الناس هتبدأ تحسن مرياحة متطمنيني وان انا كويس طبعا ده مش مش حقير يعني مية في مية بس في معظم الوقت فده ان انا احمل حركة دي ان انا حطت رجلي على الارض ورجلي اثاني مرياحة كده علكة مربعة بالانجليش ده معلله ان انا مش خايف من اي حاجة ده معلله ان انا مش خايف ان انا اشرب مرة واحدة ان في خطر حابالية ده معلله ان انا متطمن انا له فيها ده معلله ان انا في لحظة استرخاء فبسبب كده النس تدّى تستريحلك من نفس الحاجة انوا فيها بعد اما انت مستلح في نفسك ناس شي اما مس revolution حركة في مرة كنت في الجامعة ونقعت في محاضرة الدكتور مرة واحدة قال ايه انت يا بنت تعالي قولي انا قلت ايه عشان انسيت جالي زهايمر فكريني قال لها كده بالضبط والله العظيم فابنت واقفت وهي قالت كل حاجة صحة الدكتور قالها والصوت على شكلها وعندها سكت نفسها وكل حاجة تمام مية مية بنت مغلطتش في حاجة غلطة عدها تبقى عادي وانا ببص عليه وهي بتتكلم اكشفت ان هي هو ايه واقف شايلة رجلي من على الارض رفعها الفوق ورجل تاني سنداها على عادي ومسكة الهاتنين على التربيز بس في رجل تاني متشالها فاكتشفت ان هي كان عندها خوف رهيب هي طبعا قالت كل حاجة صح وقالتها بطريقة جامدة جدا بس الفرقة الوحيدة ان هي كانت شايلة رجلية والشايلة رجلية دي معنى ان هي كان عندها مشكلة هي كانت خايفة ممكن من الدكتور خايفة ان هي تتكلم قدام الف واحد في نفس الوقت ممكن تكون خايفة من كزا حاجة حاسة ان هي ممكن تغلط مش عارف ايه وكده بس هي قالت كل حاجة صح لكن انت لو كنت بسيت ان تحت التربيز ان هي رفع رجل واحدة تلتعرف ان هي ميتة من الخوف وقلقانة ويمكن مش متطمنة ومرعوبة شايف قد ايه ان انت الرجلين دي حاجة قوية جدا ومحدش بيبص عليها ولا بيركز عليها عشان كيف يقولك ان انت ممكن من بسعة او بسيتين تعرف البنية دم ده حاسب ايه من رجلية تعني الكلام على اخر حركة خمس حركة حركة القدمين دلوقتي جات احلى حتة في الحلقة بتاعت النهاردة كلها جات النهاردة حتة اللي انا عمال اتكلم عليها من ساعة ما بدأت الخليقة على الكريم وان انا ازاي تعلمت ان انا اعرف الناس اللي قدامي مهتمة بيا وانا من ساعة تمشي عشان زيقت او اتخنقت او اي ان كان هي القدمين القدمين بتوري حاجات كتيرة قوي جدا ممكن تبقى بتتكلم مع حد والحد ده بصص لك وصدره بصص ناحيتك وكل حاجة تمام وتحيس ان هو مهتم جدا بالكلام لكن انت لو بسط على القدمين هتلاقي القدمين متنشين عباب او متنشين على واحد صاحبه نفسه يروح له او متنشين على اي حد غيرك بتعرف ان البندا انت تتكلم مع هذا ده بيبينلك بيحاول يفهمك ان هو مش زعلان منك وان هو مبسوط قبل ان هو بيتكلم معك لك فى حين هو نفسه يمشي نفسه يروح اتخنق عشان كده دايما نبص على القدمين والقدمين سوابوا على رجليهم بتبص فين القدمين والركب هي نفسه الحاجة بالظبط لو انت قدميك بتبص على الحاجة يبقى ركبك بتبص عليها هي نفسه الحاجة بالظبط بقولك لو انت متعلم بش حاجة من الفيديو ده كله اتعلم ان القدمين دي اهم حاجة في الدنيا دي كلها ببص على القدمين حد تعرف اذا كان حد ده مهتم بيك ولا عاوز يمشي بس بسيطة الحد ده وهو يقعد دلوقتي نفسه يروح ومن الاجتماع اللي وقت فيه وزيهق من الشغل ولو قاعد مهتم بجدا برجل قاعد بتكلم وهيدي في الوقت الحاجة قدمين دي مهمة جدا 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 ابدأ اتعلم بص على القدمين الناس وانت قاعد بتتكلم مع ممكن ان تقاعد بتتكلم مع صحابك مسلا قاعدين تلاتة في الجروب تاني كل واحد حتتقلم مشاورة على تاني وانتو تلاتة ممكن انت قاعدة اقاعدة عملة ببصها لكاسم ورا بص على قدميها على الارض بص على ركابها هل هي مشاورة نحياتك ولا مشاورة في احد اتمنى يبقى اعجبكم الفيديو بفضلك اعمل لايك سبسكرايب لو عندك اي سؤال او اعمل لي ايميل